في يوم كده كنت داخل البيت وعمل اضوع على بوتشار ومش لقيه وفجأة لقيت الموبايل بتاعه بيرن علي فتحت الموبايل كده وبشوف مين بيرن علي بيقول لي انا خطفت بوتشار قلت له ايه خطفت بوتشار يعني بوتشار عندكم قال لي عايزين فدية تلاتين الف جنيه قلت له تلاتين الف جنيه مرة واحدة قلت له خلاص ماشي موافق بس اترجعوا لي بوتشار والنبي قال لي خلاص تمام تقابلني بعد ما اكلمك وقفلت وبعد كده روحت حضرت الفلوس وقلت يا رب بقى والنبي بوتشار رجع لي ورحت بعدها وسلمت الفلوس وفعلا بوتشار رجع البيت والضيقت عليه وقلت له ما تلعبش بره بعد كده وتتخطف ودفع فلوس قال لي مين اللي تخطف قلت له ايه مين اللي تخطف المرة انا دفعت الفلوس دي ليه قال لي لا انا كنت في الحمام من الصدمة وقلت له ايه كنت في الحمام ما دفعت الفلوس دي المين استنى ومسكت الموبايل واتصلت على الناس اللي خطفوه قلت له انت مش خدت مني فلوس عشان انت خطفت بوتشار قال لي تعيش وتاخد غيرها وتلعي الراجل النصاب من الصدمة كده اتجننت واغم عليها وفي اليوم التاني كده كنت عايزة استحمى وبدور على البوكسر بتاعي ومش ليه وفجأة لقيت بوتشار هو اللي لابس البوكسر بتاعي زي ما انتم شايفين كده من الصدمة كده قلت له ولا انت بتلبس البوكسر بتاعي ليه وامت ماسك العصايا كده مرة واحدة وامت حطت الفوت على دماغي وقلت له تعالى بقى يا بوتشار انا مش هسيبك فجأة بوتشار هو اللي عدني من مش هقول بقى وما عرفتش عامل حاجة غير ان انا تفع ليه ومشيت وفي يوم تاني كده كنت ناسك المخدى وداخل عايزة نام وببص كده فجأة ملقتش بوتشار موجود قلت يلا في ده يا بعد كده دخلت حطت المخدى على السرير وباستغطت كده بالبطنية وبشد البطنية كده فجأة لقيت مصيبة وجيت كده بسرعة وتخضيت وببص كده بعدها لقيت بوتشار هو لمستخب تحت البطنية وبيخدوني وبيعمل مقلب قلت له والله ما هسيبك يا بوتشار مسيقت العصية كده وهب بقى متضربة في وشي وقلت برضو مش هسيبك تعالى بقى يا بوتشار وفي يوم تاني كده كنت راجع البيت وفرحان ومبسوط وعمل رقص عشان اشتغيت نضارة جديدة وبفتح العلبة كده وبعمل العلبة كده وقمت ماسك النضارة ولابسها وكنت فرحان ومبسوط وداخل بقى القوضة وانا فرحان قوي بعد كده عدت طلعت الموبايل عشان اتصور سوا سيلفي بالنضارة الجديدة وفجأة لقيت صاحب بيرن علي وبيقول لي انت فين قلت له انا في البيت قالت طب تعالى لي بره انا مستانيك بره قلت له خلاص ماشي انا جاي لك سبت النضارة كده ومشيت لقيت بوتشار وبيقول حلوة النضارة دي بعد كده لما رجعت لقيت مصيبة لقيت بوتشار لابس النضارة وبقى شبه من الصدمة كده تجننت وتحاولت واغمع اللي ايه